السلام عليكم في هذه الحصة نتناول درس وهو العنوان عموميات حول الدول العدادية أولاً نعرف هذا العدد المتغير الحقيقي ونحدد مجموعة تعريفها البداية نتناول واحد من نشاط نقرأ لكم في شكل أسفله أم نقطة تتحرك على نصف دائرة قطرها أبي حيث أبي تسوي إثنان نضع أم تسوي إكس وبأم تسوي أفدو إكس إذن للإجابة عن السؤال الأول تحديد العلاقة التي طربت كل من إكس و أفدو إكس لاحظوا معنا في الشكل هنا أن أم وبي بمثابة مكلة قائم الزاوية لماذا؟ لأننا لدينا القطر و أم لقطة تنتمي للدائرة إذن أم بي مثلت قائم الزاوية لدينا أم بي مثلت قائم الزاوية في أم إذن حسب مبارهنة فيتاغورس المباشرة ستكون لدينا القطر و الستنان يعني أبي و الستنان يساوي مجموع مربعي الدلعين أخرين يعني يساوي أم و الستنان زائد بأم و الستنان المطلوب مننا هو تحديد العلاقة ما بين أم و بأم إذن بأم و الستنان تساوي أبي و الستنان ناقص أم و الستنان أي بأم و الستنان أي بأم تساوي جدر مربع أبي و الستنان ناقص أم و الستنان هنا تخلصنا من الستثنان أو بإدخال الجدر للطرفين المتساوية ولم استعمل القيمة المطلقة لأن قيمة المطلقة هي مسافة والمسافة تكون دائماً مجابة إذن لا حاجة لنا باستعمال القيمة المطلقة أي بأم تساوي نعوض بالمعطريات أبي قلنا حسب المعطريات هي إثنان يعني إثنان أو ستنان أربعة أم هي إكس يعني إكس أو ستنان وبالتالي العلاقة أي قلنا ما هي بأم حسب المعطريات هي أفدو إكس أي أفدو إكس تساوي جدر مربع أربعة نعقص إكس أو ستنان فيما يخص السؤال الثاني المطلوب مننا هو حساب المسافة بأم في حالة أم تساوي واحد إذن باستعمال هذه العلاقة يكفي أن نعوض إكس بواحد ونجد بأم تساوي جدر مربع أربعة نعقص واحد أستنان أي بأم تساوي جدر مربع ثلاثة فيما يخص السؤال الثالث ما هي الأعداد التي لها صورة بالدلة أف يتطلب منها مزيد من التركيز هنا إذن الأعداد التي لها صورة بالدلة أف إذن كل عدد حقيقي إكس بحيث أن الكتابة جدر مربع أربعة نعقص إكس وستنان لها معنى أي يعني عدد حقيقي فهو عدد له صورة بالدلة أف أعيد أي عدد إكس حقيقي بحيث أن هذه الكتابة أربعة نعقص إكس وستنان إذن جدر مربع أربعة نعقص إكس وستنان لها معنى فهو عدد فهو له صورة بالدلة أف أي عددنا جود الشرط عدنا خاص يكون عدنا أربعة نعقص إكس وستنان لكي يكون داخل جدر يجب أن يكون موجب ولدينا شرط على إكس بما أن إكس يمثل مسافة فإكس أيضا موجب وبالتالي ممكن أن نكتب الأعداد التي لها صورة الأعداد التي أو عفوا ممكن نكتبه لكي تكون لإكس صورة يجب لكي يكون للعدد إكس صورة يجب أن يحقق يجب أن يحقق النظمة التالية التالية هذه النظمة يعني الشرط الأول لكي يكون لجدر مربع إكس معنا يجب أن يكون موجبا ونعلم أن إكس عدد حقيقي يعني أن إكس بمثابة مسافة يعني أن إكس عدد موجب إذن هنا هذه النظمة أس لدينا أس تكافئ تكافئ أن إثنان ناقص إكس في إثنان زائد إكس أكبر من أو تساوي الصفر وإكس أكبر دائما من أو يساوي الصفر بما أن إكس موجب فإن إثنان زائد إكس هو الآخر موجب إذن يكفي أن يكون لدينا إثنان ناقص إكس موجب أي إثنان ناقص إكس أكبر من صفر ودائما الشرط إكس أكبر من صفر نحتفظ به أي ماذا أصبح لدينا أي إكس أصغر من إثنان وفي آن واحد إكس أكبر من صفر أي إكس ينتمي إلى المجال صفر جوش هذه الأعداد التي لها صورة بالدالة أف نسميها مجموعة تعريف الدالة أف أعيد هذه الأعداد التي لها صورة بالدالة أف تسمى مجموعة تعريف الدالة أف نكتبها هذه الأعداد التي لها صورة بالدالة أف تسمى مجموعة تعريف الدالة أف إذن نمر إلى بعض التعريف التي يمكننا استخلصها من الناشط أولا تعريف الدالة الأعدادية الدالة الأعدادية هي بمثابة علاقة إذن نسمي الدالة الأعدادية لمتغير حقيقي إكس كل علاقة أف تربط أف 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 إذا وضعنا مثلا إذا كان إذا كان أف دالة أف يساوي إغراغ نقول نقول صورة إكس بالدالة أف هي إغراغ ونقول أيضا أيضا إكس سابق لإغراغ بالدالة أف إذن أعطي التعريف نسمي دالة أدادية لمتغير حقيقي إكس كل علاقة أف تربطوا إكس بعدد نرمز له بإف دالة أف أو نكتب أف لكل إكس نربطها بإف دالة أف إذا كان أف دالة أف يساوي إغراغ فإن إغراغ هي صورة إكس بالدالة أف أمتلا نعتبر نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي إكس نطبر الدل العددية المتغيير الحقيقية X المعرفة بما يلي F X تسوي 3X ناقص 1 لدينا F ديال 0 تسوي 3X ناقص 1 تسوي هي ناقص 1 أي F ديال 0 هي ناقص 1 و F ديال 1 تسوي F ديال 1 ماذا تسوي هي 3X1 يعني X يأخذ القيمة 1 ناقص 1 هنا الأسبقية للضرب تسوي 3 ناقص 1 أي F ديال 1 تسوي جوش و F حينما يأخذ X القيمة جذر 3 فإن F ديال جذر 3 تسوي 3 في جذر 3 ناقص 1 أي F لجذر 3 تسوي تسوي 3 جذر 3 ناقص 1 فنقول إن صورة F ونقول صورة صفة بالدالة F هي ناقص 1 وصورة صورة 1 بالدالة F هي 2 كما يمكن أن نقول أيضا إذا أردنا أن نتحدث عن الصوابق فنقول أيضا ولدينا لدينا واحد هو سابق العدد 2 بالنسبة ل F للدالة F إذن 1 هو سابق العدد 2 بالنسبة للدالة F كذلك جذر 3 هو سابق العدد 3 جذر 3 ناقص 1 بالنسبة للدالة F من بعد أن نشوف تعريف ثاني إذن بعد تعريف الدالة نعرف ما هي مجموعة تعريف الدالة تعريف رقم جوج لتكون F دالة عددية لمتغير حقيقي مجموعة تعريف الدالة F أو حيث تعريف الدالة F هي الأعداد التي لها صورة بالدالة F ونرمز لها بالD أو D de F ونكتب D de F ما هو مجموعة العدد الحقيقية حيث F de X تنتمي إلى R ولنفهم أكثر أمثلة حدد بجموعة تعريف كل دالة من الدالة العددية التالية الحالة الف F de X تتسبب 1 ل X حالة بأف دو إكس تساوي جد المربع إكس حالة جيم أف دو إكس تساوي واحد على إكس ناقص جوج إذن حالة ألف حالة ألف أف دو إكس قلنا هي واحد على إكس دا دو آف هو مشبوعة عدد حقيقية يعني إكس ينتمي إلى آن حيث هالكتابة لكي يكون لها معنى يجب على المقام أن يخالف السفر يعني حيث إكس يخالف السفر ما هي هذه المجموعة؟ إذن هي المجموعة أر محرومة من العدد السفر ونكتبها أرجمة كما رأينا سابقا أو أر محرومة من السفر كما يمكن أن نكتبها على شكل اتحاد مجالين وليس مجال ناقص ما لنهاية سفر اتحاد سفر زائد ما لنها إذن هذا فيما يخص الحالة ألف بصفة عامة لكي تكون الدالة معرفة هناك الحد السعى على حسب مستوى الجدر مشترك يعني إذا كانت دالة جدرية فعلى الجدر يجب أن الجدر أن يخالف السفر وإذا كان لدينا في تعبيرها جدر مربع فالجدر مربع يجب أن يكون دائما مجبا تالي إذن حالة ذا فدو إكس تساوي جدر مربع إكس إذن دادة أف بكل مساقة هي إكس ينتمي إلى أر حيث إكس أكبر من أو يساوي السفر إذن الأعداد الحقيقية الموجبة وهي أر زائد ممكن أن نكتوبها على شكل مجال مجال مغلق بطريقة الحال سفر زائد ما لنهاية فيما يخص الحالة جيم عدنا على شكل دالة جدرية باجدر جيم أفدو إكس قلنا يا واحد على إكس ناقص إثنان إذن دادة أف هو إكس ينتمي إلى أر حيث حيث ماذا؟ حيث إكس ناقص جوش يخالف السفر وهي إكس ينتمي إلى أر حيث إكس تخالف إثنان إذن في هذه الحالة دادة أف تساوي هي أر محرومة من العدد إثنان والتي يمكن أن نكتوبها على شكل اتحاد مجالين ناقص ما لنهاية جوش اتحاد جوش زائد ما لنهاية إذن لكي تكون الإفادة جيدة يستحسن إنجاز التمرين وتحضره للحصة المقبلة تمرين نفس السؤال حديد مجموعة تعريف الضالة أف في كل حالة مما يلي الحالة الأولى أف دو إكس يساوي جدر مربع إكس ستنان ناقص جوج الحالة الثانية ناقص جوج إكس عفوا الحالة الثانية أف دو إكس يساوي جدر مربع إكس ناقص جوج على إكس زائد جوج هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أف دو إكس يساوي أف دو إكس يساوي جدر مربع إكس ناقص جوج على جدر مربع إكس زائد جوج الحالة الرابعة أف دو إكس يساوي واحد على جدر مربع إكس والستنان ناقص خمسة إكس زائد أربعة والحالة الخامسة ونكسفي فقط بعد الحالة الخامسة أف دو إكس يساوي واحد على إثناني كوس إكس ناقص واحد إذن نتمنى أن تنجزوا هذا التمارين سنصح في الفرصة اللاحقة وفي الحصة اللاحقة إن شاء الله واحد سعيد